توقف العالمية ورد فعلها على هذا الانتقال لا بص كابن إسلام يعني النهاردة زي ما نقول كده دايما البراند النادي الأهلي براند قوي جدا فتخيل بقى كمان بتضيف عليه صفقة مميزة لقى احنا بنتكلم بقى ازاي النهاردة النادي الأهلي جاب لاعب مميز اللاعب ده ساهم ان اسم الاهلي بينتشر اكبر والناس تتكلم عليه اكبر يعني لو هنجيب النهاردة الصور بتاعت ابرز احنا نقينا كده من كل بستان وردة زي ما بيقولوا يعني هنبتدي بأسبانيا مثلا لو بنتكلم عن موندو دي بورتيفو صحيفة أسبانية شهيرة بتتكلم تقول مودست يوقع للنادي الأهلي وتكلموا ان دي مغامرة ده يعني هو ده الدزاين للصفحة الرسمية اللي اللي عملته خدوه عندهم في الجريدة والعنوانة هو بيتكلموا عن ان دي مغامرة جديدة لللاعب صاحب الخمسة وثلاثين عام اللي انضم لبطل مصر وبطل أفريقيا لمدة عام وعام قبل للتجديد الصحيفة اللي بعدها اللي هي الصحيفة الإيطالية توتو ميركاتو برضو الشهيرة بتتكلم عن مودست رسمي لعب بروسيا دورتمون السابق يعود من مصر يعود من مصر ان هو كان شايفين هو غايب له فترة عن التهديف وان دي فرصة كويسة ان هو كمان هيرجع للظهور مرة تانية وان هو وقع للنادي الأهلي وان دي جولته وان بيتكلموا عن جولته العالمية ازاي هتستمر بعدما فرنسا وانجلترا والمانيا والصين النهاردة كمان هو رايح يستكشف مصر من خلال بطل مصر وبطل أفريقيا النادي الأهلي بعدها كيكر الألمانية هنا العنوان كان دي لكيب الفرنسية كانت بتتكلم ان مودست برضو موجود في مصر وان ازاي هو النهاردة بيستكشف رحلة جديدة ومغامرة جديدة ليه في الكرة المصرية كيكر الألمانية تكلمت عن فكرة ان لعب اكس كولن يعني كان لعب السابق في كولن رايح لمدرب سابق ايضا لكولن رابطوا ما بين مودست ومارس الكولر وان الرابط المشترك ما بينه هو نادي كولن الألماني وتكلموا كمان ان النهاردة هو رايح دوري ورايح نادي المدرب اللي فيه اعتبر من ناس اللي يعرفوا هذا اللاعب وانه هو هيتواجد في قرة تالتة بالنسبة له بعد قرة اسيا وقرة اوروبا وانه هيتدرب تحت ايد رجل كان لي اسم في الدوري الألماني ومارس الكولر واستعرضه في اللقطة دي الخمس بطولات اللي خدهم مارس الكولر لو بنتكلم عن رويترز برضو تكلمت عن ان مودست انتقل لبطل افريقيا الافريكان شامبيونز الاهلي وانه هذا اللاعب اللي كان موجود في بروسيا دورتوند والناس حط عليه امل وقتها انه هو كان يبقى بديل لها اخيرا في الحتة دي بقى كابتن اسلام زي ما بنقول كده في دايما الدعاية بتاعت مش عارف محمد احمد حوت الفيزيا مش عارف مين وحش الكيميا فبريزي رومانو ده ده اللي هو المعلم بتاع الانتقالات ابرز صحفي بيرصد الانتقالات يعني بشكل اللي هو بتاخد منه المعلومة او بتاخد منه الخبر نهاردة فبريزي رومانو ده الحساب بتاعه على فيسبوك فيه 14 مليون متابع على تويتر عنده 19 مليون متابع صحفي اللي هو بتاع المركاته يعني من الاخر تقريبا هو في بعض الدول وبعض الانداة بتتفعله فلوس عشان يكتب خبر عن الصفقة بتاعتهم او يظهر في الفيديو الترويج النهاردة هو عمل تويتر النهاردة عشان تعرف حجم اللاعب نفسه ان هو مش بيتكلم عن اي لعيبة يتكلم فيها عن ان دي صورة مودست هي بتشيرت النادي الاهلي وعليها الرعابتوا عن النادي الاهلي وازاي انتشارهم انتوني مودست بعد مواقع عميم مع النادي الاهلي واصبح لعب جديد وان هو كان فري ايجنت فالنهاردة بنتكلم كل الصادة ده لللاعب انتوني مودست بتساهم اكيد نادي الاهلي قيمة كبيرة ولكن الصفقات اللي من نوع ده في اندية بنتكلم كبيرة في اوروبا بنتكلم منشستر نايتد فترة وفترة يروح يجيب لعيب من اليابان يروح للايجيب لعيب من كوريا الاندية دايما بتدور على لعيبة الجبه عشان تفتح لنفسها اسواء جديدة في البلاد هي مثلا مش مش متشرفة نهاردة النادي الاهلي من خلال صفقة مودست اسمه بيتردد في دول كثيرة وصحف كثيرة والفترة اللي جاية مع تقلق مودست نهاردة لو ربنا اكرمه زي كده موسم الدوري الالماني مع كلن وسجل في دول مصري عشرين خمسة وعشرين هدف تخيل بقى اسم الدوري المصري هتردد ازاي واسم النادي الاهلي مع رعاة النادي الاهلي فدي حاجة اكيد مميزة